موسيقى هذه أبرز العنوينة النجم المغربي سوفيان ديوبة يكشف لأول مرة عن سبب اختياره اللعب لصالح المنتخب المغربي عوض بقائه داخل المنتخب الفرنسي نادي أرسونال إجليزية يفاجئ الجماهير المغربية ويقارر ضم نجم المنتخب الوطي المغربي إلى صفوفه بمبلغ كبير في الميركات المقبلة نادي ويسام يونيتد الإجليزية يحدد شرط تخلي عن نجمه المغربي نيف أكراد في الميركات المقبلة لأحد الأنذية الراغبة في انتدابه إلى صفوفها الإصابة تضرب عميد المنتخب الوطي المغربي غريم سيس وتغيبه عن مباراة شباب والوحدة في الدورة السعودية قبل التحاقه بمعسكر أسود كشف سوفيان ديوب لاعبنا دينيس الفرنسي عن كيفية اندمامه للمنتخب المغربي مشيرا إلى أن هذا القرار كان لحظة محورية في حياتها وقال سوفيان ديوب في مقابلة مع قناة لوكوب دي سانك وصلت لمرحلة كان يجب علي أن أتخذ فيها القرار نهائي وكنت أنتظر الوقت المناسب حيث تابع قائلنا قررت أن أتصل بالناخب الوطني وليد الرقراجي وأخبره بأنني أريد اللعب لصالح المنتخب الوطني المغربي عمد فرنسا ويشار إلى أن سوفيان ديوب كان متواجدا في المعاصقة المنتخب المغربي لمواجهة طنزانيا في تصفية كأس العالم 2026 يضع نادي أرسونال إنجليزية نجم المنتخب المغربي ومهاجم نادي رينز الفرنسي إبراهيم صلاح الصاحب 22 عاما في مفكر التعاقد معه خلال الميركات المقبلة وفق ما أعلنته التقارير الإعلامي الإنجليزية حيث يذكر مستوى النجم المغربي إبراهيم صلاح نادي أرسونال بطريقة لعبه تماما كالتي كان يتمتع بها المغربي السابق والمهاجم مروان شماخ الذي كان واحدا من ألمع نجوم نادي أرسونال في تاريخ النادي مع المدرب السابق أرسين فنغير وقرر نادي أرسونال إنجليزية قطع الطريق عن الأندية أخرى تتابع النجم المغربي إبراهيم صلاح منذ فترة مثل الفريق للفرنسي الذي أبدى رغبته هو الآخر في ضم اللعب المغربي وفرنسيا الإسباني هو الآخر الذي أعجب بخدراتها لكن نادي أرسونال إنجليزية قرر قطع الطريق عن الأندية الراغبة في ضمها بتقديم عرض رسمي وجاد للعب المغربي وانضم إبراهيم صلاح لصفوف ناديرين في الميركات الشاشوي الماضي يناير 2023 قادما من نادي الأنغوطوس البلجيكية ولاعب بقميسي 16 مباراة من ضمنها 11 في بطولة لاليكة وسجل خلالها 6 أهداف بات الدولي المغربين في أكرد مهددا بالرحيل عن فريقه نادي ويسهم يونيتد الإجليزي لكرة القدم خلال مرحلة لانتقال التشوية المقبلة وذكرت المصادر الإعلامية أن نادي ويسهم يونيتد أصبح منفتحا كثيرا من أي وقت مضى على العروض التي يتوصل بها من أجل ضم المدافع المغربية الذي تعلق مع الفريق في الموسمين الماضيين وكشف موقع فوتبال إنستور أن نادي ويسهم الإجليزي مستعد لتصريح النجم المغربية في شهر يناير المقبلة مقابل مبلغ يصل إلى 30 مليون جنيه إسترلينية أتار موضوع بيع اللعب المغربي دهشة جميع المستخدمين في النادي الإجليزي حيث يعتبر أحد أهم الركائز للفريق في السنوات الأخيرة ويشار إلى أن وليد الرقرق مدرب المنتخب الوطني المغربي يوجه الدعوة لنيف أكرد للمشاركة في نهاية كاسم إفريقيا المقررة في 13 يناير المقبلة بدولة الكودي فهر تغيب الدول المغربية غانم رومانسيس عن مبارس فريقي الشباب أمام نادي الوحدة التي كانت مقررة اليوم ضمن جولة التاسع عشر من الدولة رشن السعودي لكرة القدم وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن مدافع وصود الأطلس ماذا يعاني من الإصابة التي تعرض لها قبل مواجهة الأخدوط ضمن الجولة الماضية وشددت المصادر الإعلامية السعودية نفسها على أن عميد المنتخب الوطني المغربي غانم رومانسيس لم يلتحق بعد بالتداريب الجماعي لفريقه الشباب السعودية بسبب معاناته من الإصابة وعشدت المصادراتها إلى أن عدم جاهزية غانم رومانسيس عميد الوسودة اضطرت سعيد شابي المدرب ندي الشباب السعودية إلى إبعاد اللعب المغربي السيس من حساباته خير المباراة اليوم أمام الوحدة بسبب معاناته من الإصابة وخوفا من تفاهمها وتشدر الإشارة إلى أن غانم رومانسيس سجل حضوره ضمن اللائحة لمنتخب الوطني المغربي النهائي التي أعلن عنها النخب الوطني وليد الرجراجي ربا أسود الأطلس الخميس الماضي وخاصة بكأس أمم إفريقيا التي تصدفها الكود دي بوارا خلال الفترة الممتدة ما بين 13 يناير وال11 فبراير من عام 2024 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة